مساحة سطح المنشور رمز الرياضي المساحة تساوي الطول في العرض مضروبة في 2 زائداً الطول في الارتفاع مضروبة في 2 زائداً العرض في الارتفاع مضروبة في 2 اتفقنا معاً في نفس الدرس أن مساحة السطح هي المساحة الخارجية للمنشور الرباعي بينما الحجم هو امتلاء المنشور الرباعي اتفقنا أيضا معا أن مساحة السطح تقاس بالوحدة المربعة سنتيمتر مربع مليمتر مربع وغيرها من الوحدات اليوم بإذن الله سنكمل درسنا سنكمل درسنا وستكون لدينا اليوم تطبيقات في واقع الحياة سنجد مساحة المنشور في هذه التطبيقات انظروا أولا إلى فقرة خمسة تدرب وحل المسألة تدرب وحل المسألة الصفحة 109 انظروا فقرة خمسة لدينا ماذا؟ هيا أبنائي ماذا لدينا هنا؟ أحسنتم لدينا منشور الرباعي منشور الرباعي هنا قاعدة عبارة عن ماذا؟ هل هي مربع أم مستطيل؟ رائع إذن قاعدته عبارة عن مستطيل لدينا أبعاد فيه المنشور الرباعي لدينا الطول، لدينا العرض، ولدينا الارتفاع واتفقنا في الحصة الماضية ماذا؟ في حال تبديل بين الطول والعرض والارتفاع ماذا سيحدث؟ أحسنتم ستكون نتيجة نفسها لأن العملية تدرب عملية إبدالي، المطلوب أوجد مساحة مساحة سطح المنشور الرباعي هنا الرسمة عليها بيانات سنحددها سنحدد من هو الطول ومن هو العرض ومن هو الارتفاع ما هو الطول هنا؟ ما هو الطول هنا؟ أحسنتم، الطول هو عبارة عن أربعة ملم وما هو العرض؟ وما هو العرض؟ رائع، العرض هو خمسة ملم 12 ملم ماذا تمثل في المنشور؟ إذن 12 ملم تمثل لي الارتفاع الآن مطلوب نوجد المساحة ما هي المساحة؟ اتفقنا أن المساحة هي القانون أو الرمز الثنين، الطول في العرض زائد اثنان، ماذا؟ أحسنتم، الطول في الارتفاع زائد، ماذا؟ أحسنتم، اثنان، العرض في الارتفاع رائع إذن كتبنا القانون بعد ذلك ماذا سنفعل؟ أحسنتم، نستبدل الرموز هنا بالأعداد الموجودة عندي أو الأطوال الموجودة لدينا هيا المساحة ساوي اثنان، الطول رائع، أحسنتم، أربعة العرض، أحسنتم، خمسة نكمل اثنان، ما هو الطول؟ أحسنتم، أربعة وما هو الارتفاع؟ أحسنتم، اثنى عشر زائد لنكمل اثنان، ما هو العرض؟ أحسنتم، خمسة، والارتفاع هو اثنى عشر الآن، سنوجد عملية الضرب سنوجد عملية الضرب اثنان، أربعة ضرب خمسة أحسنتم، رائع، عشرون عشرون لنكمل اثنان، إثنان، أربعة في إثنى عشر أربعة في إثنى عشر أربع في إثنان، همانية أربعة في واحد، ثمانية وأربعة لنكمل الآن اثنان خمسة في اثنى عشر خمسة في اثنان عشرة خمسة في واحد خمسة وواحد هنا لدينا إذن ستون بعدها سنوجد عملية الضرب بالاثنان المساحة تساوي اثنان في عشرون أحسنتم صفر اثنان في اثنان أربعون لنكمل اثنان في ثمانية ستة عشر اثنان في اربعة ثمانية وواحد رائع أحسنتم ستة وتسعون لنكمل اثنان في صفر صفر اثنان في ستة اثنى عشر أصبح العدد ماء وعشرون انتهينا من عملية الضرب تبقى لنا ماذا؟ أحسنتم عملية الضرب المساحة يساوي نجمع الأحد مع بعض العشرات والمئات صفر ستة والصفر سيكون ستة أربعة وتسعة أحسنتم أحسنتم ثلاثة عشر واثنان رائع خمسة عشر هل لدينا مئات هنا؟ هنا لا هنا لدينا واحد وواحد هنا لدينا إذن مائتان وستة وخمسة ما هي الوحدة المستخدمة؟ ما هي الوحدة؟ هل هي مليمتر؟ مليمتر مربع أم مليمتر مكعب؟ أحسنتم مليمتر مربع لأنها مساحة لأنها مساحة إذن مساحة سطح المنشور هي عبارة عن مائتان وستة وخمسون مليمتر مربع أحسنتم ندون إجاباتنا ندون إجاباتنا لتدريب خمسة هيا أبنائي لننتقل إلى تدرب وحل المسألة فقرة 11 تدرب وحل المسألة فقرة 11 ماذا ترون لدينا هنا؟ ماذا ترون؟ انظروا إلى الصورة أو الشكل التالي أحسنتم لدينا سيارة لونها حمراء السيارة موجودة أين؟ أحسنتم صندوق شفاف من البلاستيك صندوق شفاف من البلاستيك إذن يضع سلطان سيارة اللعبة داخل صندوق بلاستيكي شفاف أو وجد مساحة سطح هذا الصندوق إذن الصندوق الشفاف هنا ما هو؟ عبارة عن ماذا؟ رائع عبارة عن منشور رباعي منشور رباعي المطلوب بساحة هذا المنشور الرباعي أحسنتم المساحة رائع اثنان الطول في العرض رائع واثنان الطول في الارتفاع أحسنتم واثنان العرض في الارتفاع الخطوة التالية ماذا نفعل؟ أحسنتم نحدد من هو الطول ومن هو العرض ومن هو الارتفاع إذن لدينا هنا الطول لدينا هنا العرض عفوا العرض ولدينا هنا الارتفاع هيا الآن سنبدأ بالتعويض سنبدأ بالتعويض هيا يساوي اثنان ما هو الطول؟ خمسة وعشرون أحسنتم ما هو العرض؟ رائع خمسة عشر زائد اثنان ما هو الطول؟ مرة أخرى خمسة وعشرون أحسنتم وما هو الارتفاع؟ الارتفاع رائع أشرة سنتيمتر نكمل نكمل اثنان ما هو العرض؟ ما هو العرض؟ خمسة عشر وما هو الارتفاع؟ أحسنتم عشر الآن سنوجد عملية ضرب خمسة وعشرون في خمسة عشر خمسة وعشرون في خمسة عشر عملية ضرب كيف نوجد عملية الضرب هنا؟ هيا أبنائي خمسة في خمسة خمسة وعشرون خمسة في اثنان خمسة في اثنان عشر واثنان اثنى عشر لنكمل واحد في خمسة خمسة واحد في اثنان اثنان إذن خمسة في خمسة خمسة وعشرون خمسة في اثنان عشر واثنان اثنى عشر انتهينا من الخمسة نبدأ في الواحد واحد في خمسة خمسة واحد في اثنان اثنان ستكون المنزلة لدينا هنا؟ أحسنتم صفر خمسة وصفر خمسة اثنان وخمسة سبعة واحد واثنان أحسنتم ثلاثة ثلاثمائة وخمسة وسبع انظروا هنا في هذا الحد اثنان خمسة وعشرون في عشرة خمسة وعشرون في عشرة أحسنتم صفر خمسة وعشرون في واحد خمسة وعشرون إذن أصبحت مائتان وخمسون هذا الجدوى وضرب العشرات أيضا اثنان خمسة عشر في عشرة ماذا نفع العدد مضروف في عشرة أحسنتم هو نفس العدد مع الصفر مائة وخمسون لنكمل الآن لنكمل اثنان في خمسة أيضا عشرة اثنان في اثنان أربعة وواحد أصبحت خمسمائة لنكمل اثنان في صفر أحسنتم أي عدد في صفر هو صفر اثنان في خمسة أيضا عشرة اثنان في واحد اثنان وواحد ثلاثة ثمية الآن لدينا فقط عملية جمع أحسنتم لنجمع أحد مع أحد وعشرات مع العشرات ومئات مع المئات سفر وصفر وصفر أحسنتم خمسة وصفر وصفر رائع خمسة سبعة مئات وخمسة في المئات أحسنتم اثنى عشر وثلاثة أحسنتم خمسة عشر ما العدد؟ اقرأ العدد أقرأ العدد أحسنتم ألف وخمسمائة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون ما هي الوحدة؟ ما هي الوحدة؟ أحسنتم سنتيمتر مربع سنتيمتر مربع رائع أحسنتم لندون إجاباتنا هيا لندون الإجابات ولننسى كتابة القانون الآن تدرب فقرى عشرون صفحة مئتان صفحة مئتان ماذا تلاحظون أمامكم؟ ماذا تلاحظون؟ هيا ماذا تلاحظون؟ أحسنتم الشكل المجاور أمامنا يمثل عش عصفور صنع على شكل منشورا رباعي المطلوب أن نوجد مساحة سطح الصندوق الشكل الرباعي الموجود عندنا هنا المنشور الرباعي كيف سنوجد المساحة؟ منشور الرباعي أحسنتم استخدام قانون المساحة رائع اثنان الطول في العرض زائد اثنان الطول في الارتفاع زائد اثنان العرض في الارتفاع أحسنتم بعد ذلك نحدد من هو الارتفاع ومن هو الطول ومن هو العرض لا بأسة في التبديل عملية الضرب عملية إبدالية إذن سنحدد الأبعاد ثلاثون عبارة عن لام خمسة وعشرون عبارة عن العرض والأربعون هو الارتفاع لنبدأ الآن التعويض أحسنتم اثنان في الطول ثلاثون العرض أحسنتم خمسة وعشرون زائد اثنان الطول مرة أخرى ثلاثون الارتفاع أربعون أحسنتم نكمل اثنان العرض خمسة وعشرون والارتفاع هو أربعون الآن نوجد عملية الضرب ثلاثون في خمسة وعشرون ماذا سيحدث الصفر؟ ثلاثة في خمسة خمسة عشر ثلاثة في اثنان ستة وواحد سبعمائة وخمسون نكمل صفران لدينا ثلاثة في أربعة اثنى عشر أحسنتم ألف ومائتان هنا صفر أربعة في خمسة عشرون أربعة في اثنان ثمانية تسعة عشر إذن أصبح لدينا ألف نكمل الآن نكمل اثنان في صفر اثنان في خمسة عشر اثنان في سبعة أربعة عشر وواحد همسة عشر لدينا صفر وصفر اثنان واثنان أربعة اثنان في واحد إذن ألفان واربعمائة لدينا ثلاثة أصفار اثنان في واحد اثنان الآن نوجد الجم صفر وصفر وصفر صفر وصفر وصفر الآن المئات خمسة وأربعة أحسنتم تسعة واحد واثنان ثلاثة واثنان إذن خمسة ألاف وتسعم ما هي الوحدة؟ ما هي الوحدة؟ أحسنتم سانتيمتر مربع سانتيمتر مربع لندول إجاباتنا لندول إجابات لا ننسى كتابة القانون اتقلوا الآن إلى تدريب على أختبار تدريب على أختبار صفحة مائتان وواحد صفحة مائتان وواحد أحسنتم ما المطلوب في فقرة ثلاثون؟ ما المطلوب في فقرة ثلاثون؟ يريد مشعل عمل صندوق أبعاده 23 10 و 8 سنتيمتر أوجد مساحة سطح هذا الصندوق إذن صندوق أبعاده 23 و 10 و 8 ما هو هذا الصندوق؟ صندوق إذن هو شكل ثلاثي أبعاد أبعاده 23 و 10 و 8 إذن لابد أن تكون القاعدة مستطيل لدينا طول وعرض مختلفين إذن الصندوق هو منشور الرباعي سنحدد الطول 23 العرض 10 والارتفاع 8 هل ستكون مساحة السطح 149؟ أم 828؟ أم فقر جيم؟ أم فقر دال؟ كيف سأختار؟ إذن قبل الإختيار لابد من التأكد من الحل سنجد مساحة ثم نختار الإجابة الصحيحة المساحة تساوي 2 الطول في العرض 2 الطول في العرض زائد 2 الطول في الارتفاع زائد 2 العرض في الارتفاع هيا 2 الطول 23 العرض 10 زائد 2 مرة أخرى الطول 23 والارتفاع 8 زائد 2 العرض مرة أخرى أحسنتم 10 والارتفاع 8 أحسنتم هيا لنكمل يا أبنائي 2 في 3 6 عفوا دعونا نوجد عملية الضرب هنا بالأقوص ثم نضربها في 2 طريقتنا صحيحة ولكن دعونا أولا نوجد عملية الضرب هنا 23 في 10 0 23 في 1 23 هذه خصائص الضرب في 10 زائد 2 8 في 3 4 20 8 في 2 16 18 أحسنتم 2 10 في 8 رائع 80 أحسنتم لنكمل 2 في 0 الآن عملية الجب ماذا لو أنا ضربت من هنا 2 في 23 ثم في 10 إجابة صحيحة إجابة صحيحة نوجد عملية الضرب من هنا أو نضرب 23 في 10 ثم في 2 أملية صحيحة أملية صحيحة الآن 0 و 8 و 0 8 6 و 6 12 و 6 8 10 4 و 1 5 و 3 8 و 1 9 ما هي الوحدة سنتيمتر مربع إذن ما هو الاختيار الصحيح لدينا هنا أحسنتم هو فقرة جي فقرة جي أحسنتم أحسنتم لنختار الإجابة الصحيحة ونكتب السبب لماذا لندون السبب أو الإجابة أفضل هيا يا أبنائي لندون هل انتهينا؟ أحسنتم رائع شكرا لكم إذن تعلمنا اليوم ما هي مساحة سطح المنشور اتفقنا بأنها هي عبارة عن الطول في العرب مضروبة في 2 زائد الطول في الارتفاع مضروبة في 2 زائد العرض في الارتفاع مضروبة في 2 اليوم تعلمنا تطبيق قانون مساحة سطح المنشور الرباعي على حياتنا اليومية اتفقنا أيضا أحبائي أن الوحدة المستخدمة في المساحة هي وحدة مربعة شكرا لكم على تفاعلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر